اشتركوا في القناة وقد بعث سموه وحفظه الله برقية شكر إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة هذا نصها فخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا وأن نهنئكم بمناسبة نجاح جمهورية مصر العربية الشقيقة في استضافة المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 ونشيد بما شهده المؤتمر من مناقشة لأبرز التحديات البيئية وسبل توحيد الجهود الدولية لضمان الأمن البيئي والمناخي الذي تتطلع إليه دول العالم كما نود أن نتقدم لكم بشكر الجزيل على ما وجدناه من فخمتكم من حفاوة استقبال وكرم ضيافة يعكس قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين بلدين الشقيقين سائلين الله تعالى أن يديم عليكم مفور الصحة والسعادة وطول العمر وأن يمدكم بعونه وتوفيقه لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق ودمتم سالمين موفقين أخوكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء